موسيقى قمة أوروبية في بولندا لبحث تدابير أعادة الإعمار بعد الفيضانات أعادة إعمار النمسا السفلة بعد الفيضانات قد تستغرق سنوات وسائل إعلام تبريس دور اللاجئين سوريين في المساعدة بعد الفيضانات وزير الاقتصاد إجراءات سريعة لدعم الشركات المتضررة من الفيضانات اجتماع برلين يحتفل بمرور عشر سنوات على عمليات مكافحة التهريب وتعويض صومالي 5250 يورو بعد ضربه من شرطيين نمساويين ظلما مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم توجه المستشار النمساوي كارن نيهاما إلى بولندا اليوم الحضور قمة دولية في مدينة فروتسواف البولندية لمناقشة أزمة الفيضانات التي اشتاحت عدة دول أوروبية وستجمع القمة رؤساء حكومات الدول المتضررة لمناقشة تعزيز الحماية من الفيضانات وإعادة الإعمار وذلك بحضور رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسلا فوندلين وأكد نيهاما أنه تم التواصل مع الدول المجاورة والمفاوضية الأوروبية لدراسة تفعيل صندوق التضامن الأوروبي لدعم المناطق المتضررة ويواجه السكان نمسا السفلة تحديات كبيرة بعد الفيضانات حيث بدأت كاريتس تقديم المساعدة الطريقة في حوالي 30 بلدية توقعت حاكمة مقاطعة النمسا السفلة يوهانا ميكل ليتنا بعد الفيضانات المدمرة أن إعادة بناء المناطق المتضررة ستستغرق سنوات مشددة على الحاجة إلى تكاتف وطني لمواجهة التحديات وأشار نائب الحاكمة شتيفان بيرندورف إلى أن جهود الإغاثة تتتركز في منطقتين تونة فيلد وبيلاختال حيث تشمل التحديات الإنهارات الأرضية والطربة المغمورة وفي حوالي 40 بلدية يتم التحقق من سلامة المنحدرات مع زيادة عدد الجوليجيين ولا يزال 300 موقع مخلة و10 قرى غير قابلة للوصول وقد تم إنقاذ 117 شخصا بالمروحيات واستخدمت قاعة المعارض في تون كمأوى صلطت وسائل إعلام النمساوية متعددة الضوء على مبادرة عدد من الشبان السوريين في مساعدتهم للمتضررين من الفيضانات في النمسا السفلى وتعرضت النمسا لأمطار غزيرة وفيضانات ما دفع مجموعة من اللاجئين السوريين للتطوع للمساعدة في المناطق المتضررة شملت جمعية الجالية السورية الحرة إضافة لعدد كبير من الناشطين من بينهم الناشط نمر النمر من أصول فلسطينية حيث شارقوا في إزالة الطين من الأقبية والطوابق الأرضية وفقا لمنظمة SOS بالكنروت تم إلغاء مظاهرة كان يخاطط لها السوريين في فيينا لتقديم الشكر النمسا وأتوجه بدلا من ذلك للمساعدة في المناطق المنكوبة أعلن وزير الاقتصاد النمساوي ما توقخ أن نظام العمل القصير المخصص للشركات المتضررة من الفيضانات متاح فورا موضحا أن عدد الشركات المستفيدة لم يحدد بعد ويمكن في حالات الكوارث الطبيعية للشركات تطبيق النظام دون الحاجة إلى اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين حيث يمكن تقديم طلب الاستفادة بأثر رجعي حتى ثلاثة أسابيع من بدء العمل بالنظام وأحثت وزارة الاقتصاد الشركات المتضررة على التواصل مع خدمة التوظيف العامة وقد رحبت غرفة التجارة النمساوية بالإجراءات المبسطة بما أكد اتحاد النقابات العمالية أهمية الحفاظ على اتفاقية الشركاء لضمن حصول الموظفين على 90% من الأجر الصافي أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن التعاون مع دول غرب البلقان لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب له أهمية قصوى وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لحماية الحدود الخارجية أسفرت عن زيادة في أعداد المهاجرين العائدين وانخفاض واضح في الدخول الغير القانوني عبر طريق غلب البلقان كما شددت الوزارة على ضرورة توسيع هذا التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسريع تبادل معلومات بين السلطات المختصة وقد تم الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق عملية برلين خلال اجتماع ضم وزراء داخلية غرب البلقان ودول الاتحاد الأوروبي في برلين أنهت محكمة إنسبروكيوم الأربعاء محاكمة تتعلق بتهمة عنف الشرطة بتسوية قضائية حيث التهمة الشرطيان بالاحتداء على مواطن صومالي خلال مهمة في أبليل وأنقر المتهمان التهم الموجهة إليهما ووفقا للإدعاء ضربت ضباط الرجل واتركوه في ضواحي المدينة في حالة السكر وبدون هاتف حيث تم العثور على الصومالي لاحقا مصابا بانخفاض حاد في درجة الحرارة ونقل إلى المستشفى وانتهت القضية بتغريم المتهمين 3.250 يورو مع تقديم احتضار للضحية فيما كانت العقوبة المحتملة قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن والتردي من الوظيفة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثينا سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة